فكرة صندوق تحية مصر أن كان المواطن يشعر أن هذا الوطن له حق عليه وأن هذا الحق يفرض على هذا المواطن أن يساهم في التنمية في هذا الوطن وبالتالي أنه يكون شريك للدولة وبالتالي أنت كل اللي بيتحق على الأرض النهاردة أنت بتشوف صندوق تحية مصر بيساهم في شهر رمضان في توفير الغذاء لبعض الأسر الأقل دخلاً أو الأكثر عوزاً في هذا المجتمع بتشوف الصندوق بيساهم في مشروعات التنمية المختلفة للدولة المصرية بتدخل فيها ده من كم تدخل استثماري اللي تحط فيه سواء من رجال أعمال أو عبر التبرعات هو دلوقتي كان بقى القوام المادي لي لا لسه مش معروف فإنت بتتكلم عن بالفعل أنت بتتكلم عن الجهتين بيتم التعامل لكن برضو هو خضع للرقابة هو خضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بيتم متابعته يعني الأمور مش عشان الناس بس تبقى فاهمة الأصول بتاعتها بتتحط فين ورايحة فين وجاء من ينه إنما في النهاية أنت الغرض الرئيسي بتاعك أنك أنت تعظم من عوائد الدولة في هذه اللحظة الصعبة بحيث أنك تقدر تواجه التحديات المرحلة اللي انت بتمر بيها انت خارج من أزمة كبيرة أزمة كورونا ما عصفتش بالاقتصاد المصري بالقدر المتوقع بالعكس انت خارج وانت محافظ على مؤشرات أداء اقتصادي عالي جدا وفقا لكل التقديرات الاقتمانية للجهات الاقتصادية المعترف بيها دوليا زائد أنك أنت بتحاول أنك أنت تعظم من مكاسبك في المرحلة الجاية وبالتالي هذه القرارات اللي صدرت مؤخرا أنا شايف أنها لصالح المستقبل الاقتصاد المصري مش بغرض أي نوع تاني من الأغراض اللي تم تدورها على مواقع التواصل الاجتماعي واللي حاولوا من خلالها استهداف هذا المشروع زي ما حضرتك قلت فيه أكتر من تسعة وتمين تحية مصر نفسه من أول ما خرج للنور والغاية دلوقتي مستهدف طبعا ونحن نتكلم على حاجة أعظم وأكبر التسعين صندوق استثمار سيادي على مستوى العالم تجربة مش جديدة كل الدول بل أنت أنا أريد أن الناس تفهموا أكتر أنك أنت أكتر تحديدا إدارة الأصول التي لا تحقق العائد المناسب أو العائد المباشر استغلال الأمثل أنك تعرف تستغلها للاستغلال الأمثل بحيث أنك تحصل على مرضود حقيقي تقدر تستثمره في مستقبل هذا الوضع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر